السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم اليوم بإذن الله سأقدم لكم وصفة وهي سنحضرها بكريم نيفيا نيفيا الزرقاء هذه الوصفة ستعمل على تبيض البشرة والأهم من هذا أنها ستعمل على تصغير المثامات الواسعة وترتب البشرة تزيل كذلك النمش البقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس تزيل كذلك حتى الزيوت الزائدة من البشرة وتمنع من ظهور حب الشباب تعطي نرومة تعطي إشراقة ولمعان للبشرة إذن بإذن الله قبل ما نبدأ في تحضير الوصفة أدعوكم بداية حبيباتي في الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد ولكم مني دائما جزيل الشكر إذن على بركة الله حبيباتي الآن سنأخذ تقريبا كمية ملعقة من كريم نيفيا استخدموا سواء كريم نيفيا الزرقاء أو أي كريم كان متوفر لديكم المهم أن يكون كريم نيفيا سواء كريم نيفيا الزرقاء أو كريم صوفت أو نيفيا صوفت سأضيف هذه الكمية تقريبا مقدار ملعقة سأضيف إليه كذلك هنا مكون ممتاز يعمل على تضييق المسامات وأيضا يعمل على شد البشرة والأهم من هذا أنه يمتص الزيوت الزائدة على البشرة ألا وهو النشا نشاد دراء أو ما يسمى بالميزنا سأضيف ملعقة من نشاد دراء وكذلك مبيد ممتاز ورائع لكل أنواع البشرة كذلك سأضيف هنا ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو سأضيف ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة المكونات بسيطة جدا لكن الوصفة رائعة ستعطيكم نتائج مرضية إذن سأقوم الآن بالخلط جيدا ندمج جيدا المكونات إلى غاية ما نتحصل على شكل كريمة أو على شكل كريم هذا الكريم ضعوه بشكل يومي للبشرة بالخصوص في الليل قبل النوم أن نطبق هذه الكريمة على بشرة تكون نظيفة وتركوها تقريبا لمدة ليلة كاملة يعني تتركونها لليلة كاملة وفي الصباح قوموا بغسل بشرة الوجه بماء فاتر ثم بالماء البارد ستعمل لكم على غلق المسامات بالنسبة لدوات البشرة التي تكون دهنية وتفرز دهون سوف تعمل على نقص تلك الدهون في البشرة كما نعلم استعملنا هنا نشط دراء فهو يعمل على امتصاص الزيوت وأيضا سد وتضيق المسامات التي تكون واسعة إذن بهذا الشكل حصلنا على كريم ممكن أن تحضروا كيمية كبيرة وأن تضعوها في قرورة واستخدموها بشكل يومي بالخصوص كل ليلة نقوم بدهن البشرة هكذا بهذا الكريم إن شاء الله سيعمل لنا على تفتيح كذلك البشرة والأهم من هذا أنه سوف يغلق المسامات ويسدها إذا الحبيباتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تدخلوا علينا بالتغط على الزر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لطعم الفائدة وإلى اللقاء